لدى استقبال سموه لعدد من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين أرجع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر قوة المجتمع البحريني إلى وحدته الوطنية وقدرته على مواجهة التحديات والتعامل معها بمسؤولية وهي من أهم العناصر التي تشكل أساس قوة البحرين ونمائها في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الإقضيبية صباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين بالدولة وعددا من رجال الصحافة والأعمال وتطرق سموه خلال اللقاء مع الحضور إلى الأحاديث الودية والموضوعات ذات الشأن الوطني وسعرض سموه تطورات الأوضاع الراهنة والتحديات التي تمر بها المنطقة وما تستوجبه من تلاحم وطني وخليجي وعربي للتعامل معها ومواجهتها جماعيا وفق رؤية مشتركة لإحماية المنطقة من أي تفكك أو تفرق وقال سموه إن من أهم هذه التحديات هو الإرهاب الذي أصبحت جذوره تمتد عربيا وعالميا وما يشكله ذلك من تهديد يتطلب محاربته واجتثاثه من جذوره فالإرهاب بات يشكل للأسف جذبا للمتطرفين وأصبح يستغل بل يستغل لنشر الفوضى والإخلال بأمن الدول ليسهل تدميرها وتقسيمها تنفيذا لأجندات من يقف خلفه الأمر الذي يؤكد على همية مواجهته إقليميا ودوليا وكذا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالجوانب التي تعمق الوحدة الوطنية وتزيد من التماسك المجتمعي خاصة في ظل الاستهداف الواضح من قبل من لا يريدون الخير لهذا الوطن وشعبه في محاولة التفرقة بين أفراد المجتمع لتمرير أجنداتهم مشددا سموه بأن شعب البحرين يعي هذه المخططات ولن يكون أبدا معبرا للأجندات التي تسهدف أمن واستقرار المنطقة بأسرها لا في تنسموه إلى أن مملكة البحرين ستظل واحة أمن وأمان ودرعا حصينا يحمي المنطقة من كافة الأخطار